السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام ومتابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألين الله عز وجل أن تكون دائما في دوامي الصحة والعافية في هذا الفيديو سوف نتعرف عن أهم فوائد زبدة الفولة السودانية فابقوا معنا للنهاية ولا تنسوا دعمنا باشتراك وليك لو أعجبكم هذا الفيديو زبدة الفولة السودانية فوائد صحية لا تعد ولا تحصى وموانع استخدامه زبدة الفولة السودانية هي عبارة عن المادة التي يتم تحضرها من حبات الفولة السودانية المجففة والمحمصة تستخدم زبدة الفولة السودانية عادة كمادة طرية تشبه المعجون تضهن بها التوست أو السندوش كوجبة إفطار غنية أو من الممكن إضافتها لمختلف أصناف الحلويات فهي تتميز باحتوائها على المواد الغذائية كالبروتينات والكرباهيدروات والدهون الأحدية غير المشبعة مجموعة فيتامين با وفيتامين ها وفيتامين ايد ومجموعة فيتامين با وفيتامين ها وفيتامين اي وفيتامين جيم وفيتامين ألف بالإضافة لمعدن الماغنيسيوم والكاليسيوم والمنغنيز والفيسفور والسيلينيوم والنحاس والحديد والزنك يختلف الفولة السودانية عن المكسرات الأخرى بسعره الزهيد وفوائده المتشابهة بالمقارنة مع باقي أنواع المكسرات مما جعله واسع الانتشار والاستهلاك للحصول على فوائد زبدة الفولة السودانية بشكل كامل يفضل تناول ملعقتية طعام يوميا متابعين الكروم لا يعتد بهذه المعلومات كمرجع طبي ودائما وأبدا يجب علينا استشارة الطبيب وهذا لاستخدام أكثر أمين الفورة الصحية والطبية التي تتميز بها زبدة الفولة السودانية تعزيز صحة القلب تحتوي زبدة الفولة السودانية على كمية قليلة من الدهون المشبعة لكنها كما هو الحال في زيت الزيتون أو الأوفوكادو النسبة الأكبر من الدهون الموجودة هي الدهون الصحية غير المشبعة التي تحافظ على صحة القلب خفض مستويات الكوليسترول الدور وتعزيز مستويات الكوليسترول الصحية نظرا لغنيه بالدهون الصحية غير المشبعة خفض خطرة الإصابة بداية السكرية النمط الثاني إن الدهون الصحية غير المشبعة تعزز حساسية الخلايا تجاه الأنسلي وبالتالي تنفع مرضاء السكرية وفي دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أظهرت الدراسة أن استهلاك أنصى 28 غرام من المكسرات أو زبدة الفولة السودانية بمعدل ملعقتين طعام على الأقل خمسة أيام في الأسبوع يساعد في خفض خطرة الإصابة بداية السكرية بنسبة 30% التخلص من دهون البطن أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من المقامة للأنسلي ويعتمدون في نظمهم الغذائية على الدهون الأحادي غير المشبعة لا يعانون من تراكم دهون البطني كما هو الحال لدى الأفراد الذين يتناولون الدهون المشبعة إنقاص الوزن على الرغم من احتواء زبدة الفولة السودانية على الدهون الصحية والسعرات الحررية مما يزود الجسم بالإحساس بالشبع لفترة زمنية أطول وبالتالي تقل كمية الطعام المتناولة ويساعد في إنقاص الوزن تعزيز عمليات الاستقلاب وزيارة مستوى الطاقة والنشاط في الجسم إن زبدة الفولة السودانية ونظرا لغنيها بالبروتينيت هذا السبب يجعل اختيارها كوجبة للإفطار من أفضل الخيارات الصحية التي تزود الجسم بالطاقة وتعطي إحساس بالشبع لفترة زمنية أطول نظرا لغنيه بمضادات الأكسادة ومجموعة فيتامينات بي خاصة فيتامين با 3 النياسين الذي يلعب دورا فعلا في استقلاب الأطعمة المتناولة وتوفير الطاقة تحتوي الزبدة الفولة السودانية عن مضادات الأكسادة بالإضافة لعنصر الماغنيزيوم والبوتاسيوم الهام جدا لصحة العظوم الذي له دور فعال في تقوية مناعة الجسم الوقاية من الزهيمر تعتبر زبدة الفولة السودانية من المصادر الغنية بمضادات الأكسادة نتيجة لوجود مادة الفولات والنياسين وحمض البنتو ثيانيك وزيبوفلاذين والثيامين بالإضافة لمادة ريسفيراتول التي أظهرت فعلية فيها التحكم بداية الزهيمر وخفض ضعف الدم وخفض خطورة الإصابة بالعضوة الفطرية والفيروسية وهي عبارة عن مركبات الفيتوستيرول والتي تتميز بخصوص فعالة في مكافحة تطور مرض السرطون خاصة سرطون القولون أو البورستات أو الثادي لذا تعتبر زبدة الفولة السودانية من المصادر المثالية للحصول على مادة فيتوستيرول خفض خطورة الإصابة بالحصوات البولية إن الإصابة بحصوات في الكولية أو المجاري البولية عموما تعتبر من إحدى المشاكل الصحية الشائعة الناتجة عن زيارة الوزن أو بعض أدويات الكوليسترول أو حبوة منع الحملة أظهرت الدراسات وجود إرتباط وثيق بين استهلاك زبدة الفولة السودانية وغيره من المكسروات بصورة منتظمة وبين خفض خطورة الإصابة بالحصوات البولية يعز صحة الجهاز الهضمي تتميز زبدة الفولة السودانية بغنيها بنسبة عالية من الألياف بالإضافة لدور الألياف فيها الوقاية من العديد من المشاكل الصحية الأخرى بما في ذلك السكرية والكوليسترول غني بالفيتامينات الضارية وتتمثل أهميتها فيما يلي يساعد في تعزيز صحة العين والرؤية يساعد في تعزيز مناعة الجسم وشفاء التقرحات والجروح سريعا زبدة الفولة السودانية غنية بالمعيد الضرورية وتتمثل أهميتها بما يلي مصدرا غنيا بالمغنيزيوم وهو من العناصر الضارية جدا للجسم حيث يساعد في تأدية أكثر من 300 تفاعل حيوي في الجسم سواء في دوري العضلية أو العظام أو الجهاز المناعية كما يساعد في تنظيم مستويات سكر الدم وضغط الدم غنيا بعنصر البوتاسيوم تحتوي زبدة الفولة السودانية على نسبة جيدة من البوتاسيوم مما يزود الجسم بالشوارد اللازمة المشاكل الصحية الناتجة عن استهلاك زبدة الفولة السودانية من أهم المشاكل الصحية التي يعاني منها بعض الأفرود وتستدعي انتباه وعلاج فوري هو الحساسية الناتجة عن الفولة السودانية وتتضمن أعراض الحساسية والإقياء والإسهال وألم في البطن والرب والوزم الوعائية عندما يكتشف الشخص أنه يعاني من الحساسية تجاه الفولة السودانية يجب عليه الامتناع عن تناوله بشكل دائم لو نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا دعمنا باشتراك ولايك وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم كل إشعارات القناة إنشاء الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انتظرونا إنشاء الله في حلقة جديدة ومعلومة جديدة على هذه القناة